السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مرحبا بكم في هذه المادة مادة لغة الخالدة وفي هذا الدرس هو نص الاستماع في هذا النص سنستمع إلى نص ألا وهو الشلال المعلومات استمعنا إلى هذا النص في الدرس السابق وأجبنا بعض الأسئلة وكذلك اليوم نعيد الاستماع مرة أخرى إلى هذا النص ونجيب على بقية الأسئلة الموجودة عندنا في الكتاب هذا النص كما نعرف هو جزء من هذه الوحدة الثانية التي هي بعنوان الأعلم في درس الاستفهام تعرفنا على الاستفهام وأدوات الاستفهام وعرفنا أن الاستفهام هو طلب الفهم وهو إما أن يكون طلب الفهم أو طلب العلم بشيء لم يكن معلوما من قبل بإحدى أدوات الاستفهام وقد تعرفنا على دوات الاستفهام فيما سبق فمنها كيف للسؤال عن الحال أين للسؤال عن المكان متى للسؤال عن الزمان كم للسؤال عن العدد لماذا للسؤال عن العلة من للسؤال عن العاقل ما للسؤال عن غير العاقل وهل للسؤال عن التصديق وكذلك الهمزة تعرفنا عليها وعرفنا أنها يطلب بها أحد أمرين إما مضون الجملة أو التعيين كما عرفنا في الدرس السابق وعرفنا كذلك أن الهمزة إذا كانت بعدها منفي وبعدها مثبت هناك طريقة معينة للإجابة فإما أن نجيب بنعم أو لا أو نجيب ببلاء أو نعم كما عرفنا في الدرس السابق أما درسنا اليوم فهو نص الاستماع شلال المعلومات الأهداف التعليمية أن يتعرف الطالب آداب الاستماع أن يحلل الطالب ما استمع إليه من أحداث أو أماكن أو أعلام أن يستنبط الطالب غرض المتكلم من خلال السياق من خلال الاستفاة نستمع إلى هذا النص ثم نجيب على الأسئلة أو عن الأسئلة فبسم الله نبدأ اعتاد الصغير تيم أن يراقب أباه برانز وهو يمارس عمله المتقن وذات يوم سمع أباه يردد قائلا لأمه هل تذكرين كيف كان ولدنا بالغ الشقاوة وهو صغير راح يذكر زوجته بما كان يفعل تيم وهو دون الخامسة يقلب الأشياء ويغير أماكنها ولم يكن الأب منزعجا لما يحدث فغير أن لكل سن متطلباتها خاصة لدى الأطفال وعندما دخل الطفل تيم مكتبة أبيه الضخمة لأول مرة أصابته الدهشة فسأل آباه كيف يمكن ترتيب كل هذه الكتب دون خطأ واحد أشار الأب إلى شيء ضخم وقال بفضل هذا الحاسوب إنه ينظم كل شيء وكان التساؤل من الإبن ينظم كل شيء فقال الأب نعم كل شيء كان الحاسوب في تلك الفترة التي بلغ في هطف البريطاني تيم برانزلي العاشرة أي عام 1965 ميلادي ميلادي عبارة عن جهاز ضخم أقرب إلى الخزانة الضخمة ومنذ ذلك اليوم تولدت صداقة بين تيم والحاسوب عندما تخرج تيم في جامعة أكسفورد عام 1976 للميلاد كان قد نجح في تخزين مكتبة أبيه ثم طلب من صديقه شون أن يتبادل المعلومات التي في جهازيهما فكانت أول عملية تبادل معلومات تتم من خلال أجهزة الحاسوب في التاريخ وبدأت دائرة تبادل المعلومات تتسع بين الأصدقاء الذين عشقوا علم الحاسوب منذ الصغر وذاعت هذه القصة في مدينة لندن ثم اتسعت هذه الدائرة حتى وصلت إلى بلدان عدة على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أنا ذاك اقترحت تيم تسميتها شبكة المعلومات وفي عام 1984 للميلاد توصل تيم إلى طريقة علمية بالغة التعقيد يتم فيها ترتيب المعلومات وتخزينها مثل ما يحدث في مخ الإنسان في مواقع على الشبكة التي عرفت فيما بعد باسم الإنترنت ونظرا لأعمال تيم المتفردة في مجال تكنولوجيا المعلومات حصل على لقب فارس من ملكة بريطانيا في أوائل عام 2004 للميلاد رغم أنه لم يتجاوز الثامنة والأربعين من عمره كما حصل على جائزة الألفية الأولى للتكنولوجيا والتي تقدر بمليون يورو بعد أن استمعنا إلى النص نجيب عن هذه الأسئلة خامسا بعد استماعي للنص أذكر أساليب الاستفهام الواردة فيه ثم أكتب سؤالا عما سمعت في النص مستخدما أداة استفهام للتعليل مرت معنا مجموعة من أدوات الاستفهام وتعرفنا على المعاني التي تستخدم فيها بعضها تستخدم للزمان بعضها للمكان بعضها للعاقل بعضها لغير العاقل وكذلك هناك أداة معينة تستخدم للتعليل لكل أداة استفهام معنا خاص بها كما عرفنا في الدرس السابق هنا نريد أن نكتب سؤالا عن أي فكرة موجودة في النص ونريد أن نستخدم الأدات التي تستخدم للتعليل عندنا هنا فمثلا سؤال هل تذكرين كيف كان ولدنا البالغ أو بالغ الشقاوة وهو صغير هنا طلب هل ولذلك هي ستقول نعم وستذكر كذلك الإجابة أيضا كيف يمكن ترتيب هذه الكتب دون خطأ أيضا هذا هو أسلوب استفهام أيضا وكان التساؤل من الإبن ينظم كل شيء هنا سأل والأداة محذوفة كأنه قال هل ينظم كل شيء أداة الاستفهام قد تحذف لكن يبقى معنا السؤال السؤال نريد أن نكتب سؤالا وهذا السؤال نستخدم فيه هنا أداة استفهام يسأل بها عن التعليل فنقول مثلا لماذا إذن أداة يستخدم بها في الاستفهام لأجل التعليل هي لماذا لماذا مثلا نقول لماذا اندهج الصبي تيم عندما دخل مكتبة أبيه لأول مرة إذن أنت تسأل عن سبب الاندهاش إذن أنت تريد من القارئ أو من المستمع أن يعلل بينما هل للتصديق كيف للسؤال عن الحال أو الكيفية وينظم كل شيء كما قلنا هناك أداة معينة وهي هل أيضا الإجابة هنا ستكون بنعم أو لا أما لماذا فهي السؤال عن التعليل والإجابة بذكر العلة سيذكر السبب أو العلة كما عرفنا سادسا أرسم دائرة حول المدن والدول التي وردت في النص هذا مهم جدا ذكرنا في الأهداف أهداف الاستماع في النص أن يتعرف وأن يستذكر الطالب أماكن وأحداث وكذلك أعلام من خلال تحليله لهذا النص فما هي الدول والمدن التي ذكرت هل ذكرت الولايات المتحدة الأمريكية هل ذكرت باريس هل ذكرت اليابا هل ذكرت لندن تذكرهم من خلال النص الذي استمعناه فمثلا بالفعل ولايات المتحدة الأمريكية ذكرت في هذا النص أيضا لندن كذلك ذكرت في هذا النص ولكن لم تذكر باريس ولم تذكر اليابان سابعا أختاروا الإجابة الصائبة مما يأتي اعتاد الصغير تيم أن يراقب أباه وهو يمارس عمله المتقن لو حذفت كلمة المتقن من العبارة لما عرفت أن الأب كثير العمل أو حريص على إجادة العمل أو يفتخر بعمله ما رأيكم كلمة المتقن هنا هي جزء من هذه الجملة كلمة المتقن فما دلالة المتقن هنا ما دلالة هذه الكلمة فإذا حذفناها سيذهب المعنى وكما قلنا سابقا كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى والجملة إذا حذفت كلمة إما أن المعنى يختل أو تصبح الجملة غير مفيدة أو أن المعنى ينقص جزءا هنا كلمة المتقن لو قلنا اعتاد الصغير تيم أن يراقب أباه وهو يمارس عمله ولم نذكر المتقن هنا في هذه الجملة بدون كلمة المتقن هل سنفهم أنه ليس كثير العمل أو أن الأب ليس حريص على إجادة العمل أو أن الأب لا يفتخر بعمله ما رأيكم؟ الإتقان يعني دلالة كلمة إتقان تدل على ماذا؟ إذن هي تدل على الحرص على إجادة العمل كما ورد في حديث النبي عليه السلام إن الله يحب أحدكم إذا عمل عملا أن يتقنه إتقان مطلوب والإتقان يعني ماذا؟ يعني الحرص على إجادة العمل ولو لم يذكر كلمة المتقن لما فهمنا أن الوالد كان حريصا على عمله ولذلك الصغير تيم استفاد القدوة من والده في الحرص على الإتقان وفي إجادة العمل أولا أستمع لمقدمة النص مرة أخرى إلى قوله دون خطأ واحد وأتلمس ما يكون وما يمكن أن يكون سببا فيما توصل إليه تيم من اختراع تيم توصل إلى هذا الاختراع هناك مجموعة من الأسباب نريد أن نستذكر أو أن نعود إلى ما تحدثنا عنه كان هناك حديث في مقدمة النص من خلاله نستطيع أن نعرف سبب إبداع تيم وتوصل إلى هذا الاختراع ما رأيكم؟ ما هي الإجابة؟ نعيد الاستماع مرة أخرى اعتاد الصغير تيم أن يراقب أباه برانز وهو يمارس عمله المتقن وذات يوم سمع أباه يردد قائلا لأمه هل تذكرين كيف كان ولدنا بالغ الشقاوة وهو صغير؟ راح يذكر زوجته بما كان يفعل تيم وهو دون الخامسة يقلب الأشياء ويغير أماكنها ولم يكن الأب منزعجا لما يحدث فهو يرى أن لكل سن متطلباتها خاصة لدى الأطفال وعندما دخل الطفل تيم مكتبة أبيه الضخمة لأول مرة أصابته الدهشة فسأل أباه كيف يمكن ترتيب كل هذه الكتب دون خطأ واحد؟ استمعنا إلى هذه المقدمة ومقدمة النص فما هي الأسباب التي جعلت تيم يبدع حتى يتوصل إلى هذا الاختراع نستطيع أن نستشف مثلا أولا القدوة إتقان الأبي لعمله حيث كان قدوة لولده في العمل فالابن يرى والده وهو يتقن ويجيد إحسان عمله فكان قدوة له فالقدوة الصالحة هي خير معين على المتعلم وعلى المبدع في إبداعه وفي عمله أيضا هناك أيضا أسباب ووسائل أخرى جعلت من تيم مبدعا ومخترعا نريد أن نحلل هذا النص الذي استمعنا له فمثلا أحسنتم عدم انزعاج الأب من نشاط الإبن وإعطائه الحرية للحركة والنشاط في المنزل ولذلك عدم منعه من هذه الأمور من الحركة والحرية والنشاط جعلت هذا الإبن قادرا على التفكير قادرا على الإبداع لا يخجل مما يعمل حتى في النهاية استطاع أن يخترع هذه الاختراعات فالأب لم ينزعج من هذا النشاط ومن دخوله في المكتبة ومن تحركه داخل المنزل أيضا من الوسائل وجود مكتبة ضخمة لدى الأب في المنزل مكتبة مهمة جدا فقراءة فقراءة هذه الكتب مما ينمي عند القفل وعند الإبن مما ينمي عنده المعرفة وكذلك التفكير وكذلك اللغة بما تحويه من كلمات وآسالب أيضا حرص الأبي على ترتيب وتنظيم المكتبة فالمكتبة مرتبة والتنظيم أثار انتباه الطفل وهذا التنظيم جعله أي جعل الطفل في يوم ما يخترع الحاسوب الذي ينظم كل شيء حتى يستطيع أن يوصل المعلومات من شخصين إلى آخر فالحاسوب الذي رآه الإبن وهو ضخم واستطاع هذا الحاسوب أن يرتب الكتب استطاع هذا الإبن كذلك أن يجعل هناك تواصل بين تلك الحواسيب وهذه الفكرة إنما أتت إليه لما اندهش من هذا الترتيب وهذا التنظيم في تلك المكتبات إذن هذه هي أسباب أدت إلى تربية هذا الإبن وإلى تعويده وإلى إكسابه هذه المهارات حتى أصبح في يوم ما مخترعا من المخترين ثانيا في أفكر أحدد قيمة جائزة تم التي حصل عليها بالريال السعودي حتى نعرف القيمة بالريال السعودي لا بد أن نتعرف على السعر الصرف العملة التي أعطي بها تيم الجائزة هي أحسنتم اليورو إذن لا بد أن نعرف قيمة اليورو أمام الريال اليورو الواحد هو يساوي بسعر الصرف اليوم ثلاثة فاصلة ثمانية وستين ريال إذن هذا هو اليورو الجائزة مليون يورو إذن سنضرب مليون يورو في قيمة اليورو الواحد حتى نصل إلى قيمة الجائزة بالريال السعودي كم ستصبح بالريال السعودي ما رأيكم المليون كم صفر نعم هي ستة أصفار الفاصلة سنزيحها إلى اليمين عند الضرب في العشرة ومضاعفات العشرة ستة أصفار أزحناها خانتين إذن بقي عندنا أربعة أصفار إذن سيكون المبلغ أحسنتم كم هذا المبلغ نقرأ سويا إذن هو ثلاثة ملايين وستمائة وثمانون ألف ريال إذن هذا هو المبلغ بالريال السعودي ثالثا أتخيل أني حصلت على جائزة تم وأدون ما أعتزمه للتصرف بها هذه الجائزة هذا المبلغ حصلت عليه أنت فماذا ستفعل بهذا المبلغ فكر ماذا تتمنى أن تفعل بهذا المبلغ هل تصرف هذا المبلغ على ما ينفعك هل ستقدمه أو تقدم منه هدايا لأهلك ولوالديك ولإخوانك هل ستتصدق بهذا المبلغ هل ستشتري بهذا المبلغ ما يكون معينا لك على الدراسة وعلى كذلك تطوير نفسك في أي مجال من المجالات التي أنت مفتم بها دائما الطالب همه الأول بعد طاعة الله وبره بوالديه دراسته لكن أيضا لا بد أن يكون عندك هواية هذه الهواية هي تنمو مع الأيام وهذه الهواية في يوم ما ربما هي تكون مصدرا لدخلك أنت ولذلك لا بد أن تنمي هذه الهوايات عندك سواء كانت هذه الهواية هي في الحاسب الآلي في برمجته أو في إصلاحه أو كانت أي هواية بالهوايات الأخرى أو في تعلم لغتي من اللغات ولذلك سترى أن هذا المبلغ لو أتاك ستقوم بصرفه في اهتماماتك وفي النهاية اهتماماتك هي التي ستبني بعدها إذن الله مستقبل حياتك العملية والعلمية كذلك إذن اكتب دون أشياء تريد أن تستخدمها وتصرف عليها هذه الأموال رزقكم الله نشاط جماعي أناقش من بجواري في المجال الذي يمكن أن يبدع فيه كل مننا ثم ندون المتطلبات التي نتمنى أن توفرها لنا الأسرة والمؤسسات ذات العلاقة لنصبح مبدعين تتناقش مع زملائك فمثلا ربما يقترح أحد زملائك برمجة الحاسب الآلي هذا مجال نريد أن نبدع فيه هناك متطلبات معينة متطلبات لا بد أن توفرها لنا أو يفضل أن توفرها لنا الأسرة وكذلك المؤسسات ذات العلاقة وكذلك يحاول الطالب أن يحصلها فمثلا تهيئة المناخ النفسي المناسب للتعامل مع الأبناء هذا في الأسرة كذلك توفير مكتبة منزلية مناسبة كذلك هذا في منزل الأسرة أيضا عقد دورات تدريبية للمبتدين في برمجة الحاسب الآلي وهذا من المؤسسات التي تهتم في الإبداع وفي مجالات برمجة الحاسب الآلي في هذا الدرس تعرفنا آداب الاستماع حللنا المسموع من أحداث وأماكن وأعلام استنبطنا غرض المتكلم من خلال السياق باستخدام أسلوب الاستفهم بهذا يكون الدرس قد انتهى صلى الله وسلم على نبينا محمد